بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم وبسمة أمل جديدة بسمة أمل النهاردة بتتكلم عن الأباء وبيتعاملوا إزاي مع أولادهم ما زلنا مع العلاقات الاجتماعية وإزاي نتعامل مع أولادنا يا جماعة في حاجة جميلة جدا مبدأ جميل جدا في التعامل مع أولادنا اسمه الاحترام والتقدير أنت أنا عارف أن في ناس سمعاني الوقت بتقولي احترام وتقدير مين أنت بتكلم على حد عنده كم سنة أنا بتكلم على حد عنده خمس سنين وست سنين وسبع سنين وعشر سنين مش بتكلم على الكبار إيه ده أنت بتكلم على احترام والتقدير للسن ده دول عيال لا لاحترامه التقدير هو اللي بيبني شخصية فيه مثل سوري حلو قوي بيقولك كبريه يكبر صغريه يصغر كل ما تكبر ابنك يكبر زيادة وكل ما تصغره وتعامله على انه صغير يصغر زيادة لاحترامه التقدير ده مبدأ رهيب مبدأ رائع بيطلع رجالة بيطلع ناس محترمة بيطلع بني آدم كريم عزيز كده حر لانه احترم لانه ما تعملش معاه اوعى تطرب ابنك قدام صحابه اوعى تتريع على ابنك قدام اخواته اوعى تهينه اوعى يا أساد زي مدرسات تهينه طالب قدام بقية الطلبة اللي في الفصل على فكرة الحاجات دي بتكسر البني آدم اوعى لاحترام يا جماعة التقدير هتقولي يا عم انت متأثر بالفكر الغربي ده كلام بيتقال في الغرب لاحترامه التقدير وكتب الغرب لا ده كلام من تراثنا ده كلام من سنة نبينا احكي لكم قصة على الحكاية دي بيقولك النبي صلى الله عليه وسلم مرة قاعد في وسط الصحابة وبقى مين قاعد ناس كبيرة جدا ابو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب وسعد ابن ابي وقص يعني ناس سنا فوق التلاتينات وناس مقاما كبيرة جدا بس النبي قاعد جنب ولد عنده عشر سنين كويس والدنيا حر وعطشانين وجات مية فطلب النبي مية فجات المية والناس كبيرة بقى قاعدة فاحنا المفروض ان في يعني السيستم او النظام في الاسلام انك بتبدأ باليمين ويفضأ الدور يلف من اليمين من اليمين من اليمين من اليمين بس ده ولد صغير طب بالله عليك لو انت ابنك صغير قاعد جنبك وفي ناس كبيرة قاعدة وعطشانين وجات مية انت اصلا مش هتشوف ابنك مش موجود اصلا ولو قالك بابا بابا عايز مية هتعمل فيها هتقول لي اسكت يا ولد بلاش اقلت قدم مش كده لكن النبي الحقيقة ما عملش كده عمل يبص الاحترام والتقطير حتى للطفل اللي عنده عشر سنين مسك النبي المية وبص للولد الصغير وقال له اتأذن لي ان ادأ بالكبار ممكن تسمح لي ممكن تأذن لي لان انت حقك انت اللي علي مين ممكن تأذن لي ان انا بدي الكبار الاول الولد علي مين النبي فضوره هو اول واحد لكن فيه كبار قاعدين تخياله الرسول يقول لطفل عنده عشر سنين اتأذن لي لكن الولد يبدو ان هو كان متربي على مسألة الاحترام والتقدير فبص للنبي وقال لا لا اكثر بنصيبي منك احد بقى انت تبقى بتديني فامشي الضر من علي الحد تاني طبعا لا فقال النبي ها لو ابنك عمل كده وقالك لا انت ولد مش اعرف ايه فنظر اليه النبي ونظر الي الكبار وقال لهم هذا حقه سابدأ به اشرب يا غلاب الله على اللي احترامه التقدير والله يا جماعة القصة الصغيرة دي تتشرح في الكتب ازاي نتعامل مع الاطفال ازاي يبقى فيه احترامه تقدير اوعى يا جماعة اوعى اعطين ولادكو اوعى وتتريأوا عليهم اوعى تبهدلوهم قدام اخوتهم عايز تعنيفه قوي خده في قضى لوحده وقوله انت غلطت كذا وكذا وكذا وانا هعقبك بكذا وكذا وكذا لكن تبتريأ عليه قدام الفصل تهزأه قدام صحابه ما تعملش كده الاحترام والتقدير نبدأ يملى البيوت ابتسامة وبسمة امل شكرا والسلام عليكم ورحمة الله